زراعة النهاردة بيتكلم على إنجاز علمي وطني دولي كبير غير مسبوق كما وصف بين وزارة الزراعة لمعامل الوزارة بيتكلم على اعتماد معملين لمعهد صحة الحيوان في تشخيصهم في الوانزة الطيور ودول من معامل دوليا وإقليميا ومحليا وأكد وزير سيد القصير ووزير الزراعة وستصلاح الأراضي نظامة العالمية لصحة الحيوان اعتمدت معمل مرجع للرقابة على الانتاج الداجيني وأيضا معملين آخرين وبيتكلم على إنه ده تشخيص في الوانزة الطيور والبروسيلا على مستوى الدولي وأكد أنه ده بيأتي في تأكيد لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بجودة المعامل والمنشآت المرتبطة بالصحة النباتية والحيوانية باعتبار أن صحة المواطن ضمن أهم أولويات الدولة المصرية وأكد أن ده إنجاز بيأتي أيضا تكليلا لجهود وزارة الزراعة للنهوض بمعاملها التشخيصية البيطرية ودعمها فنيا ولوجستيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة على كفاءة المستويات المحلية والإقليمية والدولية أكد الوزير أنه ده أيضا بيؤكد نجاح الوزارة في وده بيأتي استكمال النجاحات التي تحققت مؤخرا باعتماد أيضا نظامة العالمية للصحة الحيوانية 30 منشأة خالية من انفلوانزة الطيور واللي فتح مجال السيناف لتصدير منتجات الدواجن بعد 14 سنة من التوقف منذ تسجيل المرض في مصر في عام 2006 يعني مدي تفاصيل كثيرة في هذا الأمر وأكد أنه ده بيؤكد على كفاءة العلمية واللوجستية اللي موجود فيها المعامل اللي موجودة تابعة لوزارة الزراعة